وزارة الزراع بتكثف من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات منها طبعا طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثبتة والمتحركة اللي بيوصل عددها لحوالي 274 منفذ سابت في كافة محافظات الجمهورية ده طبعا بالإضافة بقى إلى المنافذ المتحركة اللي بتجوب الميدين العام خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن استعدادات وزارة الزراع لدخول شهر رمضان ونرحب في فقرتنا النهاردة بدفنا من وراء في ستوديو سباح الخير يا مصر دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراع سباح الخير راح ديكي دكتور كل سنة وانت طيب سباح الخير يا جمالة كل سنة سباح الخير فقط سباح الخير فقط أهلا بحضرتك طيب في البداية شهر رمضان طبعا نحن عارفين الاستهلاك فيه أعلى من المعادلات لاستهلاك الطبيعي طول السنة فلو نتعرف من حضرتك على استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك يعني الأول أنا سعيد وانا موجود معاكم وكل سنة وكل شعب مصر بخير يا رب طبعا نحن دايما زي ما حضرتك قلت كده في شهر رمضان والأعياد تبقى فترة زروة الاستهلاك للمواطن المصري علشان كده احنا بنحاول دايما نحن نزود ونكسف من حجم المعروض والمتاح أمام المواطنين طبعا نحن كان أول حاجة تم اتخاذها نحن فتحنا أو دينا موفقات استراضية لاستراض أكتر من 154 ألف رأس من الماشية منهم 120 ألف رأس ماشية بغرض التربية ومجموعة أخرى بقية الكمية بغرض الزبيح الفوري اللي بتخش كالحوم مبرادة في الأسواق اللي بغرض التربية دي بتخش وبيتم تربيتها وبيتم زبحها في المجازل البلدية وبالتالي دي تؤدي إلى زيادة حجم المعروض بشكل كبير جدا خلال فترة زروة الاستهلاك اللي في شهر رمضان والأعياد وبالتالي دي يؤدي إلى استقرار في الأسعار بإذن الله الحاجة التانية أن احنا كمان كنا شغالين على تعظيم الانتاج المحلي سواء في مشروعات لزيادة الانتاج في الانتاج الحيواني كنا عاملين مشروع البتلو بتكلفة يمكن تجاوزت 7 مليار جنيه تمويد للمزرعين عشان نعظم الانتاج وده ساهم في زيادة عدد الرؤوس حوالي نصف مليون رأس تقريبا تم تنميتها من خلال هذا المشروع طبعا ده برضو بيزود من حجم المطروح والمتاح في الأسواق فاللي قصد أقوله أن احنا عندنا إجراءات كنا بناخدها علشان مستمرة معانا عشان نعظم من زيادة انتاجنا وزيادة حجم المتاح كمان فيه إجراءات احنا بنقوم بيها علشان نفتح منافذ ونفتح نقاط بيها علشان نوفر للمواطن بديل آمن يقدر يشتري منه احتياجاته بأسعار مناسبة وبالتالي ده يؤدي إلى حالة التزان في الأسواق طيب نتكلم بقى على المنافذ هي موجودة فيهم بالضبط في المحافظات عددها قد إيه سواء السابت أو المتحرك يعني احنا عندنا طبعا منافذ الوزارة احنا عندنا أكتر من 274 منفذ زيما حدرك قلت إضافة إلى مجموعة من المنافذ المتحركة اللي موجودة سيارات بنعضحها تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي والهدف من ده أن احنا نخلي فيه فرصة للمناطق اللي ما بدرش وصلها منافذ أو ما فيش فرصة أنها تاخد منافذ أو اللي كسفت اللي عندها عدد كسيف من السكان بالتالي نقدر نحط منافذ متنقلة فيها بالتنصيق مع السادة المحافظين والسادة العاملين في أجهزة الحكم المحلي طبعا ده أمر يدعم بشكل كبير جدا توفير زي ملتل حضرتك بديل آمن أمام المواطن إنما احنا كمان معانا منافذ أهل الرمضان ومنافذ وزارة التموين وباقي المنافذ احنا بالنسبة وداما بيكون فيه زيادة في حجم المطروح من خلال هذه المنافذ واحنا كمان بنتواجد من خلال المبادرات الخاصة بالوزارة علشان نزود من حجم المعروض في المنافذ الخاصة بأهل الرمضان وما إلى ذلك بالنسبة للمنافذ بتاعتنا بتلاقي موجودة في كل المحافظات تقريبا احنا بنغطي تقريبا كل أنحاء الجمهورية بتلاقي دايما موجودة فيها الميدر الرئاسية أو جنب مديرات الزراعة وبالتالي سهل الوصول إليها ما فيش صعوبة في الوصول إليها وطبعا بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي بيكونوا دي معروفة ومكانها سابتة طول السنة بالضبط بيكون كمان أجهزة حكم المحلي هي كمان بتوجه الناس للأماكن الخاصة بالمنافذ علشان يكون فيه إرشاد وتوعية للمواطنين بأماكن المنافذ الخاصة بنا اللي أنا عايز أقوله كمان أن احنا مش بس بنبيع للمستهلك سلعة بسعر أقل من بدلتها في السوق إنما احنا كمان بنعمل على توفير مكان لبيع المنتج للمنتجين نفسهم احنا عاملين مبادرة اسمهم مبادرة خير مزرعين للأهلين وده اللي احنا بنشتغل عليها فكرة المبادرة لأطلقتها وزارة الزراعة طبعا الجامعات الإصلاح الزراعي ومشروعة عزيز قدرات المزارعين كان الهدف من ده نحنا نفتح فرصة ونفتح باب للمنتج إنه يعرض منتجه على الجودة بمواصفات جيدة بسعر مناسب وبالتالي ده مصدر جيد لخدمة المنتجين أيضا وخدمة المستهلكين لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة طيب دكتور السلع اللي بتكون موجودة من خلال أو بتوفرها منافذ وزارة الزراع عبارة عن إيه ونسبة الخصم اللي بتكون موجودة عن السوق بره بتكون قد إيه كمان يعني تعريبا أنه منافذ وزارة الزراعة بتلاقي فيها كل احتياجات البيت المصري كل ما يحتاجه البيت حتى يميش رمضان اللي بيكون عليه طلب في الفترة الحالية بيتم دخل كميات فيها طبعا فيه توجهات من معالي الوزير بزيادة وتكسيف المعروض أمام المواطنين وزيادة المغزون يكون دايما فيه مغزون كبير في المنافذ التابعة للوزارة بحيث يكون دايما فيه عرض أمام المواطنين لكل السلعة الأساسية اللي بيحتاجها البيت وكل ما يحتاجه البيت المصري في هذه المنافذ أما بقى نسبة الخصم احنا طبعا فيه منتجات بتوصل نسبة الخصم فيها لأكتر من 30 و40% أحيانا إنما المتقصة العام للأسعار أو فرق الأسعار نحن نتكلم حوالي 20 إلى 25% فرق في السعر بين المنتج اللي بيتم بيعه فيه المنافذ وبين الأسواق الخارجية وطبعا مش بس بنافس وزارة الزراعة احنا زي ما قلت لحضرتك بنحاول نحن دايما ننسق معها كل السادة المنتجين سوى اتحاد منتج الدواجن باقي الجهات المنتجة علشان يكون فيه عرض فيه باقي المنافذ التابعة للدولة المصري عظيم بالنسبة للخصم بيصل لـ 25% على نفس الكمية الموجودة بره عشان بعض الناس قد يتخيل أن الكمية مثلا أقل هو كيلو لكن مصاف فيه 700 جرام أو 100 جرام لا نفس الكمية الموجودة عندكم هي الموجودة بره ونسبة الخصم بيصل لـ 25% طبعا هو المواصفة والسعر والكمية وكل الكلام ده بيكون موجود على العبوة قبل ما بشتريها المواطن فهو مطمئن تماما أنه بشتري إيه واحنا كمان مش بنسيب العملية في المنافذ متاحة إنما دايما بيكون فيها أجهزة رقبية بتنزل من عندنا ومن خارج من عندنا علشان دايما نضمن أعلى جودة ممكنة للمواطن المصري من خلال المنافذ وكمان أعلى سعر أو أفضل سعر ممكن في الأسعار مقارنة بالسؤال طيب برضو السؤال اللي بيبقى في موجود في كل سنة وفي نفس التوقيت ونحن نتكلم على هذه المنافذ أو المعارض بشكل عام تخرج كده ناس تتكلم على أنه الجودة مختلفة الجودة المنتجات الموجودة في المنافذ أو المعارض مختلفة عن جودة المنتجات اللي بتكون في السوق رد حضرتك لا طبعا إحنا الجودة يمكن تكون مختلفة للإيجاب إنها أفضل إحنا دايما بنكون حرصين على زيادة الجودة داخل المنافذ التابعة للوزارة زيما إحنا حرصين أيضا على ضمان الجودة في كل الأماكن اللي بتبيع في الدولة المصرية أي محل سواء قطاع خاص أو قطاع عام أي منتج بنبقى حارسين دائما على جودة المنتج المعروض فيه والحقيقة عندنا الهائة العاملة لخدمات البيطرية وكافة الجهات المعنية بالدولة وكافة القطاعات المختصة في الوزارة والمعامل اللي بتفحص المنتجات بتنزل تعمل حملات مستمرة وبناخد عينات عشوائية من كل الأسواق أو من كل الأماكن البيع مش بس منافذ الوزارة من أي نقطة بيع موجودة وبناخد عينات عشوائية وبنفحصها علشان نتأكد من سلامة المنتج المعروض أمام المواطن المصر ده لكل السوق فمن بالك بقى بالمنافس بتاعت الوزارة احنا بيكون عندنا دائما تفتيش مستمر ورقابة مستمرة وجودة مستمرة اضافة لأن كل الأماكن اللي احنا بنبيع فيها بنكون مطبقين فيها الاشتراطات الخاصة بالسوق يعني مثلا اللحوم لازم بيكون مدبوحة في المجاهزر تحت إشراف بيطاري كامل وبيتم تدولها تحت إشراف بيطاري كامل بنكون اللحوم اللي بيتم عرضها بيتم فحصها تحت إرقابة بيطارية كذلك المنتجات الزرعية مدبوحة هنا في مصر اللحوم دي اه طبعا احنا زي مقالت الحضرات احنا عندنا اكتر من نوع في اللحوم يعني فيه لحوم اسمها لحوم مجمدة واللحوم دي بتيجي مستوردة بالكامل من بره مجمدة من بره اه طبعا ودي بتخش بإجراءات فحص كبيرة جدا بيقوم بيها لطب البطري وفقا ليه العوامل او وفقا ليه الطبيعة الوبائية الموجودة لكل دول احنا بنستورد منها فيه حاجة تانية اسمها لحوم مبرادة واللحوم مبرادة دي بتخش بيتم استراضي العجول او الرؤوس المشية من الدول وبتيجي عند الحدود وبيتم تبحاء داخل المجازر المصرية على الحدود وبتخش مبرادة مثلا كده مثلا فدي ده نموذج تاني للحوم فيه النموذج التالت اللي هي اللحوم البلدية اللحوم البلدية او اللحوم التذبح في المجازر البلدية دي لحوم يئما تم تربيتها في الدولة المصرية يئما تم استراضها وتم تربيتها لفترة كافية علشان تبقى نفس المعاملات اللي موجودة في البيع المصرية هي اخدتها وبعدين بيتم تبحاء في المجازر البلدية كل الاحوال اي لحوم بتدخل بيتم فحصها بره وخارجيا وخلال عملية الزبح قبل واسناء وبعد عملية الزبح وخلال عملية النقل علشان نطمئن لجودة لحوم طيب عظيم جدا نحن نتكلم عن اللحوم والدواجم بشكل عام بنسمع خلال أيام اللي فات دي عن انخفاض في أسعار الأعلاف فده إنعكاسات وإيه على أسعار اللحوم والفراخ يعني الحمد لله احنا الدور اللي قامت بالدولة المصر في الفترة الأخيرة علشان نزود من حجم متخلات الأعلاف وخامات الأعلاف وزيادة طرحاها والإفراجات الجمهورية للكميات الموجودة فيها ده كان جهد كبير بودل وده أدى إلى إنعكاس مباشر في السوق أن فيه ثقة من المربين لعملية التربية والدخول في عملية التربية الحمد لله احنا عندنا إنتاج اللحوم يعني احنا بنسع فيه لإكتفاء الزاتي وعندنا فيه تقدم حصل في الإكتفاء الزاتي لكن الدواجن احنا تقريبا عندنا فيه إكتفاء الزاتي كامل الألبان تقريبا عندنا فيه إكتفاء الزاتي كامل بودل مائدة تقريبا عندنا فيه إكتفاء الزاتي كامل فالحمده الأسماك تقريباً مقربين جداً من الكفاء الزاتي فيه فإحنا عندنا تطور كبير جداً حصل فيه الكفاء الزاتي لمصادر البروتين من الأصل الحيواني وده بالتالي بيخلي فيه فرصة أننا عايزين نستمر فيه ضخ الأستاذ المرابين يبدأوا يستمر في العملاء الإنتاجية وبالتالي إحنا بنتابع توافر متخلات الأعلاف بشكل كبير وعملنا منظومة محلية كمان علشان نزود من متخلات الأعلاف محلياً زي منظومة أزراع التعقدية للدورة والسوية وده بالتالي بتشجع المزارعين أنهما ينتجوا هذه المحاصيل محلياً إذا كمان الكيميات اللي احنا بنستوردها من الخارج احنا عملنا لجال للمتابعة وتنصيق مستمر سواء من مع الوزير بنفسه أو دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عملية تدفقات الكميات داخل الأسواق وبالتنصيق مع البنك المركزي ومع كافة الأطراف المعنية علشان نضمن وصول هذه الشحنات للمنتجين وبالتالي تستمر العملية الانتاجية على أفضل ما يمكن طيب يعني مؤخراً كانكم تشوفوا بعض السوبر ماركتس أو الهايبر ماركتس أو الأسواق عمتاً الكبيرة سلاسل السوبر ماركتس الكبيرة كان بيبقى فيه إلى حد ما تقنين في بعض المنتجات أو بعض السلع هل ده هيكون فيه موجود فيه منافذ الوزارة أو موجود حتى فيه على المنتجات اللي بتبقى موجودة من خلال المعارض أهلاً رمضان ولا مفيش أي تقنين وبالنسبة لقلية المراقبة كمان يعني خلينا أقول لحضرك على حاجة إحنا دايماً كانت الدولة المصرية كانت فيه تحديات الحياة كبيرة مش عندنا في مصر على مستوى العالم إحنا شفنا أزمات كورونا والأزمات اللي نتجد بعد كورونا يمكن منها قبل العام 2020 وإحنا شايفين العالم كله بيمر بحالات من موجهة موجات تضخم والخفاض في حاجة فيها حجم المعروض كنا بنشوف دول بيتقال عليها دول عظمة ودول كبرى والرفوف مفيش فيها المنتج أصل المنظر ده حي مش فيه نوش في الدولة المصرية أبداً حتى في أسوأ الظروف اللي مرت على العالم كان دايماً دايماً عندنا إتاحة عندنا توفر مستمر في المنتجات عندنا ضخ كميات كبيرة من المنتجات ولما كان بيبقى فيه أي نقص في أي منتج أو أي سلعة على طول بيتم ضخها في المنافذ التابعة للوزارة أو المنافذ التابعة للدولة المصرية علشان يكون دايماً في إتاحة أمام المواطنين حياتها جهد كبير جداً بوزل وما كانش هيحصل الكلام ده لو ما كانش فيه مشروعات عملاقة تم تنفذها قبل ما يبقى فيه كل هذه الأزمات العالمية إنما الحمد لله الإجراءات اللي خدتها الدولة المصرية كانت داعمة ليها وساعدتها إنها تحافظ دايماً على فكرة الإتاحة طيب إحنا كل المنتجات متاحة وكل المنتجات متاحة بكميات كافية أمام المواطنين اللي ممكن يكون كان موجود أن يبقى فيه زيادة في الأسعار بشكل أو بآخر وده شيء طبيعي في ظل موجات تضخم العالمية ولكن إحنا من خلال بقى المنافذ اللي موجودة ومن خلال نقاط البيع التابعة للدولة ومن خلال المبادرات اللي بتطلقها الدولة المصرية بنعمل على توفير المنتج ده بسعر مناسب وبالتالي يحدث حالة من حالات الانخفاض في الأسعار أو نحافظ على استقرار الأسعار وده اللي بنشوف نتائجه بشكل أو بآخر ودائماً بيبقى فيه حرص من الدولة على تلبيت حتياجات المواطنين بجودة عالية وبسعر مناسب ودائماً يكون عندنا الإتاحة وهي النقطة الرئيسية الحمد لله إحنا عمر ما كان عندنا أي نقص في أي منتج وإن شاء الله مش هيكون فيه أي نقص في أي منتج أو أي سلع أسعي بيحتاجها المواطنين لكن سؤال جمعان على ما أعتقد يعني أنه متعلق ببعض السلع اللي كانت مش موجودة في سوق زي السكر زي الرز مثلاً ففي بعض الناس أول ما بتعرف أن فيه سكر مثلاً موجود في مكان بتجري عشان تخزن كميات كبيرة من السكر أو من الرز لكن حضرتك بتطمنهم أن هذه المنتجات موجودة في المنافس بتاعتكم تتبع لي وزارة الزراع وهتكون موجودة باستمرار طول شهر رمضان فما فيش داعي أن احنا نجري عشان نخزن بالضبط وكمان مش بس المنافس التابعة لوزارة الزراع احنا كل منافس الدولة المصرية بتكون حريصة على ضخ أي كميات يعني أي منتج بنشهد فيه أو بنلمس فيه أن بدأ يكون فيه بعض الممارسات الغير منضبطة من بعض الأفراد بيتم ضخ كميات أضافية في الأماكن التابعة للدولة المصرية علشان نتلافى هذا النقص أو هذا العجز اللي ممكن يكون موجود نتيجة هذه الممارسات مش بس منافس الوزارة اللي بتضخ كميات من هذه المنتجات إنما كل منافس الدولة المصرية والمبادرات اللي بتطلقها الدولة المصرية بتكون دايما حريصة على تلبيت احتياجات المواطنين من هذه المنتجات واعتقدش أن احنا عندنا يعني انخفاض في أي منتج يمكن وزارة التموين تكون قادرة مني بهذا الأمر لكن دايما بيكون فيه إتاحة مستمرة دايما بيكون فيه توافر مستمر ودايما بيكون فيه بدائل لنقاط البيع علشان يكون فيه دايما إتاحة أمام المواطن طيب دكتور بالنسبة لقلية المتابعة حضرتك قلت أن دايما بيكون فيه متابعة مستمرة على منافس وزارة الزراعة أو حتى يمكن فيه المنافس الأخرى اللي بيتم ضخ سلع وزارة الزراعة فيها قلية المتابعة بتكون عاملة إزاي ولو فيه أحد المستهلكين أو أحد المواطنين عنده شكوى عنده حاجة عايزي يوصلها يتوجه لمين أو يتوجه لفين؟ ايه الأرقام لو فيه أرقام تواصل؟ يعني طبعاً احنا عندنا بالنسبة لعملات المتابعة احنا عندنا فيه لجان مشكلة مش بس من الوزارة انما من الوزارة والجهات المعنية دخل الوزارة وكمان الجهات المعنية خارج الوزارة كل أطراف المعادلة بتشتغل مع بعض وبيبقى فيه لجان مشتركة بتنزل هدف هذه اللجانة نحن ناخد عينات ونفحصها ونتأكد من سلامتها والمناسبة عايزة أقول لحضر لك ان احنا كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة اللي بتقوم بفحص أي منتج كلها واخدى شهادات لاعتماد الدولية وكمان بعض هذه المعامل تعتبر معامل مرجعية لمنظمات عالمية يعني منظمة صحة الحيوانية مثلا بتعتبر المعمل التابعة مع المراجعة بالنسبة لها معامل المتبقيات المبيدات التابعة لمركز بحث الزراعية تم اعتماده كمعمل مرجعي بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي فمش بس في مصر انما في الإقليم كله ده معامل مرجعي بالنسبة لهم فده ثقة كبيرة جدا في الإجراءات اللي بنقوم بها في عمليات الفحص وعمليات المراجعة فعمليات اللجان بتنزل تفحص العينات وبتفحصها في أماكن معتمة زي مقلت لحضرتك وكمان بيبقى فيه لجان مستمرة لمتابعة السوق دي بتنزل تاخد عينات عشوائية غير للمتابعة الدورية والروتينية بيبقى فيه فحص مستمر للمنتجات داخل الأسواق غير الجهات الأخرى اللي بتقوم بإعداد تقاريره بيأخذ عينات علشان نتأكد من جودة سلامة المنتج المتاح والمعروض أمام المواطن المصر فالإجراءات الخاصة بالمتابعة والحوكمة إجراءات كبيرة بالنسبة لأي مواطن عنده أي شكوى احنا طبعا عاملين الخط الساخن التابع للوزارة اللي هو رقم 19561 يقدر يتواصل عليه لو فيه أي مشكلة خاصة بمنتجات اللحوم أو ما إلى ذلك بالطب البطر على طول ياخد إجراءات وبينزل يقوم بعملات الفحص المستمر إن شاء الله 19561 طيب جانب آخر من جوانب المتابعة هي التزام العرضين والمنتجين بالسعر المتفق عليه هل برضو بيكون فيه متابعة للتزام بالسعر طبعا احنا متابعة للتزام بالسعر من خلال أكتر من حاجة أول حاجة إحنا عندنا المنتجات معظمها بيكون مسعارة أو عليها السعر محدد إحنا كمان أي منتج بيتم عرضه إحنا بنبقى حطين سعر محدد له ومعلن قدام المواطنين فما فيش حد هيقدر أنه يتلعب في موضوع الأسعار غير إن كمان اللجان والمتابعات اللي احنا بنقوم بيها ومراجعات البيع وعمليات البيع كل دي إجراءات ضوابط بتساعدنا أن ننظم ونحافظ على توافر المنتج أمام المواطن بسعر مناسب سبعا نحن نشكر حداية جزيل الشكر الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراف نشكرك يا فندم على كل هذه الإضاحات ونورتنا في صباح الخير شكرا جزيلا شكرا جزيلا